تفضل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بتسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للسحقاق الطبي للكوادر الطبية لمنتسب إدارة التفتيش تنفيذاً للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وكافة الجهات المساندة وهنأ سعادته المستحقين معرباً عن شكر وتقديره لهم على مقدمه من جهود متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح ومزيداً من العمل الدؤوب لما في مصلحة ورفعة الوطن جهود واضحة وآمل دؤوب وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه النجرة سار عليها منتسب إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة فالمسؤولين والموظفين قد حرصوا على العمل وبذلوا كل جهدهم لمواصلة مسيرة التطور الزاخرة بالمكتسبات سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أكد خلال تسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للمستحقين أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وكافة الجهات المساندة يمثل دافعا لمزيد من العطاء والمواصلة بنفس الوتيرة مشيدا بجهود الموظفين المنطلقة من انتمائهم الوطني والحسب المسؤولية اتجاه المجتمع ان هذا التكريم لموظفي الوزارة تنفيذا للأوامر الملكية السامية الصادرة من لدى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمنحكم وسام سمو الأمير سلمان بن حمد للإستحقاق الطبي لدوركم البارز والفعال لمملكة البحرين في مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وانه لشرف عظيم لنا ولكم ونؤكد اعتزاز الوزارة بكفاءتكم وبكم كمنتسبيها متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح ومزيد من العمل الداؤوب لما فيه مصلحة ورفعة الوطن عطاء وحرص ملموس من قبل إدارة التفتيش أثبتته الأرقام خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا من خلال تفاني منتسبي الإدارة في عملهم بعزيمة وإرادة أكدتها ثقة المواطنين والمقيمين بهذه الجهة التنفيذية هذا طبعا وسام على صادرنا جميعا ليس فقط أنا بل جميع منتسبي إدارة التفتيش بل للوطن بشكل عام وهي الوسام بيكون لنا إن شاء الله حافظ لبدل المزيد من الجهد والعطاء نشكر جلالة الملك على هاي الوسام نشكر سمو الأمير سلمان بن حمد على هاي الوسام ونعدهم إن شاء الله بالمزيد من الجهد عشان نواجه هاي الجائحة طبعا نعتز بالوسام اللي احنا حصلنا نشكر صاحب الجلالة وسمو الأمير سلمان بن حمد على الاستحقاق الطبي اللي حصلنا وبلادنا شك أن هذه راح يكون دافع لنا في العمل القادم بإذن الله الواحد لحد نحن كلنا مفخر واعتزاز بهذه المبادرة من صاحب السمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد الخليفة ونطلع حق ما هو قادم طبعا المزيد من الانجاز المزيد من التقدم والاسدهار ويسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي يأتي دافعا للكوادر الوطنية كافة من أجل مواصلة العمل والبدل من أجل خدمة الوطن وفق منهجية وخطط مدروسة للوصول للنجاحات المشهودة امتدادا للرعاية الكريمة والدعم السامي من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للجهود الوطنية والصفوف الأمامية والجهات المساندة لها تم اليوم تسليم المستحقين وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي تأكيدا على جهودهم التي كانت خلال الجائحة والمستمرة حتى الآن شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين